موسيقى 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 مشروطية الإنسان التي نطرحها هذه الموضوع باستمرار على أنها يعني أشبه بموضوع تبريرية بموضوع قد تساهم في تخفيف العبء الضمائري عن الإنسان حين يرتكب خطأاً أيضاً قد تكون أشبه بوعد أيضاً بمزيد من رحمة الله أو بشيء من رحمة الله في حق هذا الإنسان المسكين الذي لم تعنه ظروفه على أن يكون ذلك الإنسان الصالح فضلاً عن أن يكون ذلك الإنسان الكامل هناك نقطة غائمة أكيد هنا موضوع تساؤل يعني من جهة أنت تقول المشروطية مطلوبة لكي يتفهم الآخر كما قال دستويوسكي أسهل شيء أنك تدين فاعل الشر يعني هذا مجرم وهذا مختل وهذا ملعون وهذا وحش وهذا مثل عبارتنا وأصعب شيء أن تفهمه لكي تفهمه مشروطيته الظروف التي مر فيها التربية التي تلقاها الماضي تبعه أيضاً الأشياء التي تتعرض إليها في حياته أشياء كثيرة وهذا كلام من حيث الأصل بلا شك لابد منه وهو كلام صحيح لكن في الجهة الثانية أنت تقول أن الإنسان يبدو أنه أكثر هشاشة من أن يراهن عليه وأن الخط الفاصل بين الخير والشر بين الوحش والإنسان خط واه ضعيف يتجاوز بسرعة شديدة جداً جداً إذن ما قيمة هذه المشروطية؟ بالعكس هذه المشروطية تكون دمغاً للإنسان تكون دمغاً إيه؟ للإنسان وكأنها معادلة بسيطة تقول غير ظروفه وسوف ترى إيه أسوأ ما فيه هو الآن إنسان طيب محترم لأنه الظروفه إيه؟ جيدة غير هذه الظروف سوف ترى أسوأ ما فيه وين الموضوع؟ وين إيه الموضوع؟ طبعاً أعتقد الجواب الإجمالي سهل الجواب الإجمالي سهل الله بلا شك وهو الحكم العدل والعدل المطلق لا إله إلا هو وحده من يقدر ومن يعرف تماماً بدقة ما الذي كان يمكن أن تتغلب عليه؟ وأن تتجاوزه؟ وما الذي كان يعجزك؟ واضح؟ وحينئذ كل شيء فعلته وتورطت في فعله كان يمكن أن تتجاوزه وأن تقويمه إلا أنك لم تفعل رغبة في الامتثالية أنك تفهم الأخيان أنني مثلكم أنتم تقتلون؟ أنا أقتل بالعكس يتسابقون على فكرة يتسابقون من الذي يقطع أكبر عدد من الرؤوس؟ من الذي يقتصب أكبر عدد من النساء؟ كما حدث في البوسنا والهرسك حتى في رواندم أنه اقتصب أكثر هذا اقتصب خمسين، هذا ستين والعياذه بالله هنا انتهيت لا حديث عن المشروطية بالمعنى الواعد والمعنى التبريري مستحيل انتهيت المشروطية سيكون لهذا الجواب الإجمالي لا سنقوم بالتفصيل لأنه موضوع طويل المشروطية سيكون لها هذا الدور في تفهمك وفي وعدك بشيء من الرحمة وبشيء من كذا في حال ماذا؟ في حال كانت فعلاً الظروف تشكل أي عقبة لا يمكنك تجاوز أكبر منك وأحياناً فعلاً وأنا دائماً أقول يعني عموماً الأمم من الصعب أن نقول أن هناك عقبات تُعجز الأمم تُعجزها اليوم لا تُعجزها أي غداً الأمم عندها قدراتها لكن الأفراد لا الأفراد يمكن أن تُحطِّمهم بعض الظروف الحياة حقيقةً فلا اقتحم العقبة، ليس كل العقبات يمكن اقتحمها باستمرار هي أشياء تُحطِّم الإنسان الله يعلم هذا ويُقدِّر هذا ويدخله في الحساب، يأخذه في الحساب لكن انتبه كل ما كان يمكن أن تتجاوزه ولم تتجاوزه أن تُقاومه ولم تُقاومه زي ما قلنا إما طاعةً عمياء للسلطة أني أنا ما شاء الله امتثالي بالكامل أو أنك مثل الآخرين مش متميز عليهم، مش شاذ عن القطيع أنا مثل هذا القطيع تخيل؟ لا، هذا لا يُفيدك إطلاقاً لا عندنا عند البشر المحترمين ولا عند الله تبارك وتعالى ونسأل الله الحفظ يعني نسأل الله الحفظ لذلك، ما ذكرناش خطوات المنحدر تبع زينباردو الكامل بعد ذلك، بعد نزع فردية الإنسان ما يحدث؟ وينبنى عليها منطقياً تشتيت أو يسموه نشر تفيوجين يعني نشر أو تشتيت المسؤولية الشخصية كل إنسان مفروض يكون مسؤول عما اقترفت يده هذه مسؤولية شخصية لا، ماذا يحدث؟ الذي يحدث أن هذا المجرم، هذا الفاعل هذا الآثم، هذا الخاطئ يشتت المسؤولية يقول لك، ليس أنا، هم أمروني النظام بده، كانوا معي الآخرين يحاول إيه؟ أن يتنصل إيه؟ من المسؤولية لا يحاول أن يحدق إيه؟ في المراهة أني أنا، أنا من فعل، أنا من اغتصب أنا من قتل، أنا من سرق، أنا من حرق ففي عندنا إيه؟ بند اسمه إيه؟ تشتيت أو نشر المسؤولية الفردية ما ينفعتها إيش عند الله؟ الدين بعلمك أنك إيه؟ كما وردت إيه؟ وحدك تموت وحدك وتبعث وحدك وفي دائرة حساب وحدك تسأل وحدك بطريقة إفرادية، أتيهم القيامة إيه؟ فردى، لقد أحصاهم وعدهم عدى، ما في طريقة إحصائية هنا، لا، طريقة فردية وطبعاً إذا أمكن أن تخدع ضميرك وكيف الإنسان؟ في خدع ضمير يا إخواني انتبه، هناك موضوع الوعي بالذات أيضاً واليخذى الدائمة المراقبة والمحاسبة باسم المصطلحات الشرعية يخذى دائماً إياك أن تخدع نفسك، يعني الإنسان يخدع نفسه بماذا؟ بالقول، بالقول إنه مرتاب مما يحدث إنه يبدو أنه غير راضٍ عما يحدث أنني يقلق فقط مجرد تعبيره عن هذا الطريق قال يريحه، ثم يكمل يكمل مشوار الثباح والقتل عجيب يعني، فضحكت عن نفسك بكلمة أنه أنا مقلقان مرتاب، واضح أنه في شيء ليس طبيعي، يا سلام وخلاص، يخدع نفسه أنه أنا ما زال عندي ضميري بس يبدو الظروف أقوى مني، كذب تكتب عن نفسك، الظروف ليس أقوى منك، وعلى ذكر زنباردو، يمكن فصل من أجمل فصول تجربة هذا الرجل، عالم النفس الكبير هذا، لما عمل تجربة ستينفورد بريزن هذه طبعاً هي كان مصمم لها أنها تستبر الأسبوعين، بعد ست الأيام، طبعاً صار فيه إهانة جنسية وأشياء فضيعة صار في السجن، الحراس هذول طلابهم، فعالوا بالمسجونين أشياء فضيعة، دمروهم وصار كل يوم ينهار من المساجين عصبياً بعضهم ينهارون عصبياً وعاطفياً جاءت سيدة كان يزم برضو يعني له علاقة عاطفية ويوعد ويتكلم معها، يعني كان شبه خطوبة هيك صرخت فيه، قلت له أنت تغيرت أنت لم تعود أنت، قلت له كانت تقول أنت أصبحت شرير، أنت نفسك شرير قلت له هذول مجرد طلاب صغار هذول شباب صغار هذول كلهم ما الذي فعلته بهم؟ ما الذي فعلته بهم؟ لا هذول سجانين ولا هذول مجرمين وحوالتهم هيك؟ توقف عن هذا، قلت له وصرخت فيه وطلعت، وقلت بحضة دكتوراهية فهو كان يأخذ ورده كان فيه إنسانية فعلاً أنا تغيرت، ما الذي حدث لي؟ وأنا عالم أصبحت مجرم هذه التجربة مجرمة، إجرامية فعلاً وقفت التجربة، أنهاها في اليوم السادس، وكل هذا موثق ويعترف بهذا، ويعترف حتى أحياناً بتصريح بأنه كان شرير أنا كنت شرير حتى أنا عملت تجربة الأخلاقية تجربة الأخلاقية قال هذه السيدة كانت بطلة وقفتني لم تكن امتثالية لم تكن ضمن القطيع وأن هذا بروفزور ومشرف ربما كان عليها وكذا، ورسالتي والدكتوراه لا، كانت خلاص فكيف تعتذر له كذا؟ قال في السنة التالية أنا تزوجته بها، تزوجته اليوم وعنده مناء طفلان بطلة فعلاً، هذه بطلة طبعاً حتى المفهوم البطولة الذي ختم به كتابي في فصل السادس عشر والمخية البطولية يعني وكذا نحن ما نتعاط في شيء كثير كوي جيد هذا، لكن نحن عندنا شيء أقوى من هذا تربية الإيمانية أقوى بكثير، أنا ما بهمني أني أنا أعمد بطلاً خاصة كنت متربية تربية إيمانية عند الناس ينظر إلي أني بطل بطل حقيقي، بطل إيه؟ عند الله بكون اللي هو التقي، التقوى هي البطولة هذه البطولة بصراحة هذا يبدي، بطل إيه؟ ماليسكندر المقدوني بطل، ونصحيح، وهدلر بطل عند النازلين إلى اليوم حتى وستالين عند جورجة بالذات، أهل وجورجة بطل كبير جداً 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 وتيمور لينك في سمور قندو عند جماعة بطل عظيم، وجنكيز خان تيموجين بطل عظيم، أكبر واحد في المغول أني يشك ببطل عند الناس وعند القوم ليس هذا المهم، أهم شيء أكون عند الله بطل